تعال اتكلمك شوية على بعض الكواليس المهمة اللي ليه علاقة بالنادي الاهلي الاهلي مبارح يتعادل تعادل او شوف ان هو تعادل جيد في اطار ظروف معينة بعض الغيابات مع فريق شاب بولزداد في بطول الدوري عطال افريقيا جولة الرابعة عضل المجموعات اداء الاهلي كان متباين جدا او يعني نقول متوسط في هذه المباراة لكن في كل الاحوال الاهلي خرج بنقطة وهو لسه متصدر مجموعته الاهلي عنده المباراة الجاية ميديامة في غانا مباراة اعتقد اعتقد انها في المتناول رغم برضو ان في بعض المعاقوات وبعض الاصابات اللي بتقابل النادي الاهلي مبارح كلام كتير على تأخر تغيبات كولر ودي برضو سلبية لسه موجودة عند كولر لكن في كل الاحوال تقدرش تلوم كولر طبعا ما خرج بالنتيجة ايجابية من هذه المباراة لان الاهلي لو كان خسر كان حالي تراجع في الترتيب فكان الامور ممكن تكون اصعب شوية لكن الاهم اللي جاي يعني لكن خلينا اقول بعض الاخبار المهمة اللي ليه علاقة بالفرق كسب بس مبارح ياسر ابراهيم يا جماعة ده من ابرز المدافعين في مصر دلوقتي ياسر ابراهيم مصطفى شبير عمل اداء مميز جدا جدا بصراحة بصراحة طمن جمهور النادي الاهلي وكان مهمة اول مصطفى ان هو يخرج اول مبرار رسمية بعد بكلام كتير اوي يخرج بشباك نظيفة باداء جيد وده حصل ربنا يكرموه يوفق عشان خاطر كمان منتخابنا الوطني واعتقد ان هو مستقبل مصر في حراسة المرمى لكن خلينا اتكلم معاكم في بعض الاخبار اللي هي علاقة بالاهلي انتو لو فاتلين اسبوع اللي فات قلنا لحضراتكم ايه قلنا لكم ان ديانج عنده غضروف بقلو سنة غضروف في الرجب ولازم يعمل جراح ونظرا الاحتياج الجهاز الفاني للعب على مدار الفترة اللي فات قلنا كان اللعب بيشارك وراح منتخب مالي وهو بيشارك لان المنتخب مالي برضو كان محتاجه جدا واخد بالك فبالتالي مستوى ديانج ما كانش بيظهر بالصورة اللي انت منتظرها طيب القرار النهائي دلوقتي في النادي الاهلي انا هقوله لك الاهلي استقر بشكل نهائي على اجراء جراحة في الرجبة لأليو ديانج وتم التواصل مع الطبيب النمساوي او الخبير النمساوي اسمه كريستيان فنك لاجراء جراحة الغضروف لللاعب خلال الاياب القليلة المجبلة دلوقتي التنصيق بيتم ما بين الجهاز الطب في النادي الاهلي او منظومة طبية في النادي الاهلي مع الطبيب النمساوي هناك او الخبير النمساوي واللاعب حيسافر خلال الايام المجبلة لاجراء هذه الجراحة والاهلي قال لك لا خلاص يعمل الجراحة بقى عشان يرجع ديانج بمساوى المعهود يعني زي ما قلت لكم من الأسبوع الفاتح اللعب بيمشي كده ممكن تلاقي الرجبة بتعلق وده بيحصل عندهم غضروف عندهم غضروف عارفين القصة اللي بقولها دي كويس قوي فالقرار تم اتخاذه بشكل نهائي واللعب خارج حسابات الاهلي خلال المرحلة المجبلة والطبيب اللي يمساوي هو لحد دمدة غياب إيه فبشكل رسمي ديانج حيامل جراحة في الرجبة ده خبر خاص لبلس 90 طيب الحاجة التانية موسام أبو علي موسام أبو علي كان عنده اصابة في العضل الخلفية تعرض لها مع النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت في إطار مباراة والدهية وبعض التدريبات فاللعب جاله اصابة في العضل الخلفية وبتعالج منها الأمور ماشى في اتجاه إيجابي جدا بعد بكرة الأهلي بكرة أجازة بعد بكرة حيكون في اختبار طبي لللاعب بناء على الاختبار ده حيتم بتحديد مشاركته في المباراة بس بنسبة طفوق التسعين في المية أنا بقولك معلومة بنسبة طفوق التسعين في المية موسام أبو علي منسافر مع بعسة النادي الأهلي لغانا يعني فيه تفاقل كبير جدا اللاعب ممكن يكون متاح في مباراة ميدياما حتى لو متاح ممكن ما يلعبش ده يرجع لقرار الجهاز الفني يبقى فيه شوية ترايس مفيش استعجال شوية الدفع باللاعب ولا حسب ظروف المباراة وكل هذه الأمور لكن في نفس الوقت أنا بقولك إن وسام أبو علي بنسبة طفوق التسعين في المية منسافر مع البعسة لغانا ويعني بيقترب جدا منه هو يكون لائق للمشاركة في المباراة بس الاختبار التب اللي حيكون بعد بكرة هو اللي حيحدد كهرباء كهرباء من باركله طبعا الزفاف شققته حيكون يوم الأربع اللي جاي عبال كهرباء إن شاء الله بإذن الله نشعارف هو متجوزة لأ بس أعتقدش إن الكهرباء متجوز لكن إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تكون خطوة قادمة لكهرباء مهمة جدا لكن في نفس الوقت كهرباء تقدم بطلب رسمي ده حقيقي تقدم بطلب رسمي للجهاز الفني للنادي الأهلي وكاد تنخيب بيبون دور مدير الكورة إنه ما يسافرش مع بعسة النادي الأهلي لها المفروض حتسافر يوم الثلاث لغانا عشان ماتش يوم الجمعة احتمال خلي بالك الصفر يبقى الأربع يعني لسه بسوق الأقرب حتى دلوقتي حتى الآن إنه هو يكون الثلاث فكهرباء تقدم بهذا الطلب عشان يحضر الزفاف إيه شققته القرار إيه في النادي الأهلي لسه لم يتم اتخاذ قرار في تنصيق بيحصل ما بين الكابتن خايت بيبو ومستر كولر المدير الفني وخلال التنصيق ده أو التنصيق ده حيكون مدته يعني بكرة أو بعده بكتير يبقى فيه قرار نهائي بشأن صفر كهرباء من عدم مع البعثة لكن اللاعب عايز يحضر فرح أخته حق أي لعب إنه هو يحضر مناسبة مهمة زي دي ده طبيعي جدا في الوقت للأهلي أكيد محتاج جدا جدا فيه كهرباء لكن القرار دلوقتي عند مين بيتم التشاور بين الكابتن خايت بيبو كولر كولر طبعا هو ليك قرار في الأول وفي الآخر إنه هو مدير الفني لو قالك يا محتاج كهرباء فكهرباء حيسفر قالك ما فيش مشكلة نقدر نتعامل وكهرباء مش موجود فكهرباء حيقض القرار حيبقى بكرة أو بعده خلاص كده فدي برضو جزئية أخرى بيرسيتاو نسبة لحكم مرات ميدياما كبيرة جدا لكن مؤكد أنه هو حينضم البعثة النادي الأهلي المسافرة لغانا هو عنصر غاية في الأهمية الأهلي عنده أزمة كبيرة أوي أزمة كبيرة أوي إيه هي الأزمة؟ خط الوسط وبالتحديد مركز 6 لأنت عندك المروان عطيه خدر انظار الثالث في مبارات الأمس أمام شابو الزاد فهيغيب عندك ديانج مصاب عندك كوكا أصلا مصاب فما فيش حد في مركز 6 غير أكرم دلوقتي هو الليلعب في المركز ده ممكن تتكلم في كريم ندفد ونفسي كريم ياخد فرصة ويلعب بصراحة لأنه لعب مميز أوي أوي تمام؟ عندك السلية أصلا تمانية أكتر منه 6 بس لسه كبان راجع من إصابة كانت خفيفة وليحق وشارك تتكلم في رامي ربيعة ممكن يلعب في المكان ده بالمناسبة يعني فبالتالي أزمة لنادي الأهلي في وسط الملعب بيعاني منها كولر لكن أكيد المدرب يقدر يتعامل معها بشكل أو بآخر ترجمة نانسي قنقر